يعني تقصد أنه تكرمون حبس البول خطأ يعني كبير جدا 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 صحيح في هج سن هذا بالذات لأنه وش اللي يصير يريح دارة ميت بول ما يقدر محصور على الكبار ولا الجميع؟ الكبار الرجال لا قصي يعني حبس البول هل هو خطير على الجميع ولا على الكبار؟ طبعا على الجميع لأنه وخصوصا البنات الصغيرات المدارس أنهم يجيون خوف أو ما يريدون أن يدعمون دارة المياه وكثير من النساء عندهم يعني عندهم تحرص كثير من ذهاب دارة المياه في الأماكن العامة وهذا خطأ فأنهم يعتقدون أنهم يمكن ينتقل الانتهابات فتصير تحبس البول فترة طويلة فاللي يصير بعد سنوات الصمام مثل العضلة أي عضلة تمرينها أكثر مما يجب تكبر يصير ما تفك يتروح دارة المياه ما يقدر تفرغ البول ما يصير؟ يبقى البول في المثانة فترة طويلة مع الوقت يبدأ المثانة تكبر في الحجم فإذا كبرت المثانة في الحجم يقوم البول يرتجع إلى الكليتين ثم يبدأ عاد مشاكل تنزل لأنه لا يوجد البول يتصرف والالتهابات والآلام وهذا كيف نتقيها بإذن الله؟ بالنسبة للناس اللي أعمارهم بالنسبة للصغيرات بنات الصغيرات إنه إذا احتج دارة المياه تروحي دارة المياه وغالب المدرسين الآن يفهمون هذه النقطة قديما كان فيه إشكالات لكن عادة الآن الطفل يجب يريده بدأت المياه والمفروض أن أمه اللي في البيت يذكرونه إنه ما يحبس خاصة الأطفال اللي يندمجون مع اللعب بعض الأطفال مثلا يندمج مع اللعب أكثر مما يجب ثم ما يدلل لها سوها نفسه ليش؟ لأنه نسي ففي العمر هذا كويس تذكيره بالنسبة للناس الكبار فيه ناس عنده هذه العادة وهي عادة ميب جيدة يقولوا أنا اليوم كلما أروح دارة المياه فيفترض أنك كثرة الساعات أربع ساعات ما تحبس وإذا حص بحشرة يذهب مباشرة لأنه أحيانا يروح دارة المياه يقولوا أنا ما أقدر ما أقدر أطلع وفي بعض الناس ممكن يصل إلى مرحلة تحتاج قصطرة بولية لتفريغ البول قصة اللي أباره في الخمسين وفي الستين فهؤلاء يفترض أنهم ما يحبسونه البول فهذه النصائح بالنسبة لهم من ضمنها أيضا إذا عشان ينام كويس في الليل يتجنب شرب السوائل وخصصا القهوة أنها مربهة أنا أقولهم دائما من بعد المغرب خلاص آخر القهوة للمغرب لكي لا تقوم من النوم رايح راجع دارة المياه وتجنب السوائل الماء طبعا هذا يسمونه علاجات تحفظية يعني بدون أدوية ساعتين قبل النوم وتفرغ المثال قبل أن تنام عشان تقل تنام لك على الأقل 3 أو 4 ساعات سحبة واحدة قبل الفجر هذا إذا نمور أسلكت يعني هذا عادة كبار السنين نشوف العيادة تلقاه سوى كل هذه الإجراءات بالتجارة يعني هو اكتشف أنه إذا قلل شرب الماء ما عدت سيرو دارة المياه اكتشف أنه القهوة مثلا وشاهي فيبدأ يقلل منها اكتشف مثلا أنه ما يحبس البول فترة طويلة يعني يتجرب وتباهد المثلا وخصوصا الناس اللي في الزحاب في ساعة ونص وما يقدر يوصل نحن الآن كده نختصر لهم التجارب السابقة أنه بعد المغرب قللوا السوائل لا تحرصون على القهوة صحيح قبل النوم بساعتين بساعتين لا يزم ت بس خذ بس حق الدواء حق الأدوية حلو زين وباقي لكن في ناس عنده عادة يشرب مثلا كاس ماء مثلا ويشرب كاس لبن أو حليب أو كاسين هذا بيخليه يتبهدل بالنوم يعني معناه قبله بساعتين يشرب قبل ما تروح ترقيد ووصل دورة المياه بحث يعني تتاخذ أجمل أو أكبر قدر من النوم والراحة صحيح طيب في نحن